موسيقى صبحكم الله بالخير قد يعتقد البعض انه الفلك من العلوم الحديثة نسبيا ولكن الاكتشافات الاثرية اكدت انه السومريين اكتشفوا كامل كواكب المجموعة الشمسية قبل 6000 عام وحلوا اغلب الغاز الفلك اللي ما تزال الى اليوم تحير علماء الفلك وهو ما اكدته وكالة ناس الفضائية في الوقت الحاضر وصف السومريون كوكب اورانوس بمارش سيك وتعني الاخضر المضي وفسروا سبب انحراف المداري الى اقتراب كوكب غريب من المجموعة الشمسية ادى كذلك الى حدوث تشوهات سطحية على كوكب اورانوس المثير للدهشة انهم اضافوا كوكبا اخر جديدا للمجموعة الشمسية كجزء منها الكوكب الغامض اكس ذكره السومريون في الواح الخلق السبعة بان هناك كوكب دخيل اتى من الفضاء العنيق باتجاه مركز المجموعة الشمسية بسبب قوة الجذب بين الكواكب اسموه ميبيرو ويقترب من المجموعة الشمسية مرة كل 3600 سنة ثم يبتعد من جديد ويعود للفضاء نظريات السومريين الفلكية تجيب على الكثير من الالغاز والتي ما زالت تحير علماء الفلك المعاصرين والعلم الحديث الى هنا انتهت ترنيمتنا هذه ملتقانا معكم ان شاء الله في ترنيمة سومرية جديدة